وينضم إلينا من أبو ضبي الدكتور عبدالله العوضي رئيس قسم وجهات نظر في صحيفة الاتحاد الإماراتية بعد التحية طبعا عجز تميم بن حمد عن حل الأزمة الحالية عودة حمد بن خليفة وحمد بن جاسم إلى المشهد من جديد قراءتكم لهذا المشهد أعتقد أن عودة هذا المشهد من جديد إلى القيادة في قطر معناته أن الأمير ليس له يد فيما يدور الآن في قطر وهذا يعيد لنا المشهد يمكن 20 سنة إلى الوراء من جديد وكأن الأزمة الأولى لم تحل إلى هذه الساعة في الداخل القطري مع أن مطالب الدول المقاطعة ليس لا علاقة بهذه القضية أولا وآخرا فما صدر من الدفع الجديدة من المطالب الدفع الجديدة من قامة الإرهاب دليل قاطع بأن دول المقاطعة والعالم من وراء هذه الدول لديها مطلب معين ومحدد وهو نبد الإرهاب أولا وأخيرا أصبح الإرهاب القطري عابر للدول والقارات نعم يعني لم تعد القضية محلية بحثة يعني يلقى عليها شماعة الوصاية والسيادة إذن دكتور عبدالله ما هي تبعات هذه العودة عودة حمد بن خليفة وحمد بن جاسم إلى هذا المشهد ما هي التبعات التبعات أولا أن قطر ماضية إلى طريق مظلم ومغلق لأن هذا واضح الآن يعني المشهد جدا واضح نعم أن تذهب قطر بعيدا ونحن نرفض أن نذهب وراءها في هذا الشأن قطعيا ويعني كما يقول أهل العقل والحكمة إذا كانت قطر تريد أن تخط هذا أن تذهب يعني أن يحاصرها الإرهاب ذاتها فهذا شأنها ولكن الآخرين لا يسمحوا بهذا الإرهاب أن يحاصر الدول الوطنية وسيادتها نعم فهي أكبر من ذلك بكثير إذن الدكتور عبدالله العاوضي رئيس قصة مجهات نظر في صحيفة الاتحاد الإماراتية شكرا جزيلا لك